اهلا ومرحبا بكم في قناة مصر للتعليم الفن احنا بفكركم ان احنا بنتابع مع بعض حلقات شرح منهج الصف الثاني التجاري والفندقي الفصل الدراسي الاول برنامج ميكروسوفت اكسل اتعودنا في الحلقات اللي فاتت ان احنا بنبتدي بمراجعة الشرح اللي احنا شرحناه في الحلقة السابقة هنشوف مع بعض كده هنفتكر الاول ايه هي النقاط اللي احنا شرحناها والمهارات اللي احنا تعلمناها وبعد كده هناخد كام سؤال كده يفقرونا وننشط ذهننا واسئلة بسيطة عبارة عن صح وخطأ فتعالوا مع بعض دلوقتي نسترجع اولا اللي احنا خدناه في الحلقة اللي فاتت في شرح ميكروسوفت اكسل تعالوا مع بعض اول حاجة خدنا ايه في الحلقات اللي فاتت شريط ادوات الوصول السريع اتكلمنا عن شريط ادوات الوصول السريع وقلنا ان هو بيبقى موجود فيه ادوات انا باستخدمها باستمرار طالما الادوات دي حد بيسأل طالما الادوات دي هي اساسا موجودة موجودة في وجهة التطبيق او بداخل التبويبات اللي هي بتحتوي عليها برنامج ميكروسوفت اكسل هنرد عليه ونقول له احنا بنحط التولز دي او الادوات دي في شريط ادوات الوصول السريع علشان انا باستخدمها باستمرار باستخدمها باستمرار فاكيد هتوفر لي وقت وجهت فبدل ما انا هناخد مثال علشان نقرب المعنى اكتر انا طبعا لما بشتغل على وركبوك اكيد ان انا باستخدم اداة السيف اكتر من مرة او باستخدم في كل مرة اداة الطباعة اللي هي الايكون اللي خاصة بالطباعة اللي احنا شفناها كلنا واللي هي شكلها عبارة عن رسم مصغر لبرينتر لو انا كل مرة هبتدي افتح التوبيد اللي خاص بالاداة دية واخد الامر دا واعمل عليه كليكا بالموس علشان انفزه ده بيستهلك مني اكيد وقت واحنا قلنا ان احنا البرامج الكمبيوتر او برامج ميكروسوفت اوفيس اهم ميزة او اهم هدف بحققه من استخدامها ان انا بوفر الوقت وجهد طب ازاي انا بتكون عندي ميزة زي دية هتوفر لي وقت وجهد فانا بعد كده هو ما استخدمهاش وما استغلش كل الامكانيات اللي موجودة في التطبيق بتاعي يبقى نقول مع بعض تاني ان شريط ادوات الوصول السريع ده بحط فيه التولز او الادوات الايكون اللي خاصة بيها في هذا الشريط علشان مفتحش التبويب اللي خاص بهذه الاداة في كل مرة انا باضطر ان انا استخدم فيها هذا الامر او هذه الخاصية برضو افكركم ان احنا قلنا ان شريط ادوات الوصول السريع انا ممكن اضيف فيه تولز ادوات غير اللي هي او زيادة عن الادوات اللي موجودة فيه وفي نفس الوقت كمان اقدر ان انا احزفها بنخلي بالنا من الخاصية دي الخاصية الادوات اللي مكنها في شريط ادوات الوصول السريع انا اقدر اضفها واقدر ان انا احزفها طب ليه انا بعمل كده والله انا كنت فيه شغل انا بعمله او فيه ووركشيت انا بعمله بيستدعي دايما ان انا مثلا استخدم اداة الترقيم مثلا او استخدم اداة معينة المستند قبل اطباع بعد ما خلصت الشغل ده الورك بوك ده واقف تحت وورك بوك تاني او اتنقلت الاقدارة تانية مثلا ما باستخدمش فيها التولز دي كتير فابسط حاجة اعملها واسهل حاجة اعملها ان انا اشيل التولز دي واخط مكانها التولز تانية انا باستخدمها باستمرار ليه احنا بنضرب الامثلة دي دايما عايزين لما نيجي نتعلم اي مهارة بنتعلمها مش في الحاسب القري فقط في اي علم تاني بنتعلمه لازم اعرف المهارة دي هتفدني ايه في المستقبل او هتفدني ايه في الحياة العملية او هتساعدني ازاي لما يجي انزل سوق العمل مش مجرد ان احنا بنتعلم مهارات وبنتعلم دروس او بنتعلم تطبيقات احنا بناخدها لمجرد ان احنا في سنة دراسية وطالما انتهت السنة الدراسية خلاص كده هو انا ما يبقاش ليه علاقة بالعلم دو وخلاص كده هو خلص بانتهاء العام الدراسي او بانتهاء الترم الدراسي لا تمالي لما نيجي نتعلم زي ما قلنا اي مهارة جديدة لازم نربطها بمحيط العمل الخارجي او بيئة العمل الخارجية اللي بعد ان شاء الله منسيب المدرسة ونبتدي ان احنا نمارس حياتنا العملية فلازم نعرف المهارة دية هتفيدنا بيه مش بس ان احنا نتعلمها علشان ان انا امارسها في الفصل او في المعمل او في الاختبارات اللي احنا بنعملها او في التقييمات اللي هي بتعجي علينا ومش بس برضو علشان نواكب سوق العمل ونربط المهارة بالبيئة الخارجية لا كمان عشان تفيدني انا على المستوى الشخصي اي حد مننا مش ممكن يكون مش هيحتاجي التعامل مع تطبيق ميكروسوفت اكسل لما بتتعامل معاه ولو حتى عندك جهاز في البيت او عندك جهاز في البيت او حتى دلوقتي التطبيقات دية بقت متاحة ان هي تنزل على اجهزة اللاب توب وعلى التاب وعلى جميع الوسائط التكنولوجية اللي احنا بنستخدمها فده بيساعدني انا ان انا ما يقفش قدامي حاجة خاصة بالتطبيق اه ابتدي ان انا اوظف التطبيق في خدمة حتى اه مهامي الشخصية مش بس في المستوى العمل او بيئة العمل الخارجية يبقى نرجع تاني النقطة اللي كنا بنتكلم فيها اه ان احنا شريط ادوات للوصول السريع التولز اللي بتبقى موجودة فيه انا بحطها وبوظفها حسب احتياجي كل مستخدم بيوظف الادوات اللي موجودة في شريط ادوات الوصول السريع على حسب احتياجاته او المهام التنفيذية اللي هو بيعملها على الورك بوك اللي احنا شغالين عليه واناكد نقول ان شريط ادوات الوصول السريع انا اقدر ان انا اضيف فيه اداء واقدر في نفس الوقت ان انا ايه احزف منه اداء وتعلمنا ازاي ان احنا بنقف عليه كليكا يمين بتطلع عليه جميع التولز اللي موجودة ابتدي اعمل كليكا شمال بالموس فاعمل علامة صح على الايبون او التولز اللي انا عايزة استخدمها على طول في ساعتها بلاقيها ظهرت على شريط ادوات الوصول السريع طيب خدنا ايه تاني؟ خدنا شريط السيغ شريط السيغ دوة تعالوا مع بعض كده هو نفتكر احنا شريط السيغ دوة اتعلمنا فيه ايه؟ قلنا ان شريط السيغ ده فيه كذا اداء فيه اداء او زر للادخال فيه زر للاغلاق وفيه الاف اكس الاف اكس دي اللي هو معالج الدلات اللي انا بفتح منه بضغط عليه بزر الموس الايصر فبيتفتح معي معالج الدلات وابتدي اخطار الدلة اللي انا عايزة استخدمها فيه ايه كمان؟ فيه عنوان الخلية انا من خلاله بقدر اكتب عنوان الخلية اللي انا عايزة اروح لها لو انا وقفت فيه التكست بوكس دوة وكتبت فيه مثلا عايزة اروح للخلية سي سيكس كتبت سي سيكس من على كيبورد كتبت حرف سي ورقم سيكس على طول بلاقي ان مؤشر الخلية عندي روح للخلية سي سيكس وبقت هي الخلية الناشطة يبقى عندي شريط السيغ بيحتوي على زر الادخال زر الالغاء الف اكس اللي انا بفتح منه معالج الدلات التكست بوكس او المكان اللي انا بكتب فيه عنوان الخلية اللي انا عايزة اروح لها احنا بنسميه التكست سيل علشان بكتب فيه زي ما قلنا عنوان الخلية وقلنا ان مفتاح الادخال بيبقى عبارة عن علامة الصح ومفتاح الالغاء بيبقى علامة الاكس الحمراء الغلط يعني لو انا بكتب في الخلية مدخل وعايزة اسبته ودست على مفتاح الادخال اللي هو علامة الصح هلاقي ان المدخل اللي انا ادخلته ثبت وبقى موجود في الخلية طب لو انا وانا بكتب وروح تدست على علامة الالغاء هبصة لاقي ان المدخل اللي انا دخلته اتمسح واتلغه زي ما انا اديت الامر بالالغاء تمام طب تعالوا نشوف خدنا ايه تاني بعد كده خدنا الريبون بار تعالوا نقول سريعا كده هو الريبون بار دو عبارة عن ايه الريبون بار دو عبارة عن شريط بيحتوي على مجموعة من الادوات اللي احنا بنسميها وقلنا وقررنا ان الريبون بار بيختلف التولز اللي موجودة فيه من تبويب للتاني يعني انا التبويب الهوم شريط الريبون اللي انا فتحته خاص به بيحتوي على التولز خاصة بالتبويب هوم لكن لو فتحت التبويب انسرت هيطلع لي برضو شريط الريبون في مجموعة من التولز ولكن هذه التولز خاصة بالتبويب انسرت وهي تختلف تماما عن الريبون اللي موجود في التبويب هوم قلنا كمان ان الريبون دو بيبقى واخد مساحة كبيرة من الشاشة لانه بيحتوي على تولز كتيرة ففي بعض المستخدمين هو عايز يظهر الشاشة كاملة يعني هو شايف ان شريط الريبون دو واخد مساحة كبيرة من الشاشة وهو مدايقه في الشغل او كتر التولز الصغيرة اللي فيه او الايكون الصغيرة اللي فيه بيشتت انتباهه او بيخليه هو شايف ان هو مش عارف يستغل المساحة الكافية اللي هو شغال فيها في الورك بوك فادونا اختيار ان احنا ممكن ان احنا نخفي هذا شريط الريبون وممكن ان احنا نستعيده مرة اخرى وشوفنا عملي ازاي نعمل كده من خلال السهم الصغير اللي على اليمين اللي موجود في الاعلى لما ضغطنا على كليكة شمال بالماوس فشريط الريبون بار تم تصغيره ولما دوسنا على نفس الايكون هي نفسها السهم دو استعدنا شريط الريبون بجميع التولز اللي موجودة فيه طيب تعالوا نشوف خدنا ايه تاني خدنا التبويب فايل التبويب فايل ده زي ما احنا كلنا عارفين هو اول تبويب بيقابلني في شريط التبويبات اللي احنا بنسميه طيب انا دلوقتي لما جيت فتحت اللي هو التبويب فايل بلاقي فيه ايه بلاقي فيه اوامر كتيرة زي امر الاغلاق امر الفتح زي امر الخروج من البرنامج واحنا مش هنتكلم فيه التبويب فايل بالتفصيل لان احنا هنذكر بالتفصيل الادوات اللي احنا شرحناها فيه التبويب فايل حالا انشاء مصنف جديد انشاء مصنف جديد اللي هو new workbook وتعالوا نقف شوية عند انشاء مصنف جديد طبعا انشاء مصنف جديد اللي هو new workbook ده موجود فين موجود في التبويب فايل تعالوا نفتكر فيه حاجة احنا شرحناها واستفضنا فيها شرحا لما اتكلمنا عن new workbook ازاي انشاء مستند جديد او workbook جديد تعالوا نفتكر كده مش احنا قلنا ان فيه حاجة عندنا اسمها template template دي يعني قوالب يعني ايه قوالب لما انا بيجي افتح مصنف جديد بيديني ميكروسوفت اكسل بيفتح لي workbook بمواصفات معينة بعدد صفحات معينة بنوع خط معين باتجاه كتابة معين باحجام معينة ده بنسميه template بنسميه قالب طيب فيه اكتر من نوع للقوالب دي ايوة فيه قالب انا ممكن انا اللي انشئه واصممه بيناسب طبيعة شغلي سواء انا كنت شغالة في مؤسسة سواء في هيئة سواء في بنك سواء في اي مكان بيبقى فيه زي ما بنقول كده هو حاجة standard مقاسات معروفة الهيئة دي او المنظمة دي بتشتغل موحدة شغلها كله بهذه الشكلية من المستندات فهو ميكروسوفت اكسل اتحلي ده ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها template خاصة بيا ان انا اشتغل بيا ده فوق كده كمان هو حاط template وحاط template جهزة موجودة في البرنامج مخزنة بداخله انا ممكن استدعي هذا template او هذا النموذج او هذا الفرام او هذا التصميم الجاهز اللي ميكروسوفت عامله وابتدي انا احط عليه البيانات الجديدة بتاعتي يعني انا هسيب التصميم موجود ولكن انا ابتدي اضيف الاضافات اللي انا عايز اضيفها للشغل اللي انا بعمله في الشيت الاسل اللي انا شغالة عليه طب اضافة الى كده كمان ده انا لو لقيت ان انا عندي احتياج لتمبلت مش موجودة انا اقدر انزل تمبلت موجودة من على شبكة الانترنت خاصة بتطبيقات ميكروسوفت اكسل بلاقي تمبلت كتير جدا ممكن استدعي اي واحد منهم وابتدي ان انا اشتغل عليه عادة احنا لما بنيجي نفتح شيط اكسل جديد او ووركبوك جديد بنختار بلان تمبلت بنختار بلان ووركبوك بختار نموذج جاهز بمواصفات استاندر الميكروسوفت اكسل عاملها وبعد كده بفكركم كنا بنضغط على زر كريت فبيتنقش معايا الوركبوك الجديد طيب تعالوا بقى نشوف خدنا ايه تاني خدنا القالب الافتراضي انا تملي بحب ان انا اشرح القالب الافتراضي مع القالب الاثنين مع بعض علشان ايه نوضح الفرق بينهم تعالوا كده نتذكر ومش هنستفيد فيها لان احنا اتكلمنا فيها باستفادة قبل كده انا بس مجرد ان انا بفكركم وبنراجع على الاجزاء المهمة اللي احنا اتعلمناها في الحلقة اللي فات القالب الافتراضي ده بيبقى عبارة عن ايه القالب الافتراضي ده بيبقى قالب زي ما قلنا اللي ميكروسوفت اكسل هو مخزنه عنده في الهوامش مساحتها في حجم الكتابة او حجم الخط في اللون في اتجاه الكتابة في جميع التنسيقات اللي الاسطاندر اللي الميكروسوفت هو هتط طيب ده القالب الافتراضي طيب القالب القالب بيبقى فيه ايه القالب ده بيبقى انا اللي عمل انا اللي نفسته طالما انا اللي نفسته يبقى اكيد فيه داتا الداتا دي عبر عن ايه عبر عن نصوص عبارة عن صور عبارة عن جداول عبارة عن معادلات وصيغ ودوال بيبقى موجود فيه تنسيقات انا اشتغلت عليها ونص انا شغال عليه يبقى الفرق ما بينهم ان القالب الافتراضي ده ميكروسوفت اكسل هو اللي بنفزه وبيبقى جيلي فاضي انا اللي ببتدي اشتغل عليه طيب ده القالب الافتراضي القالب لا هو بيبقى قالب انا نفسته واشتغلت عليه ويحتوي على نصوص ويحتوي على بيانات كتيرة انا دخلتها علي تمام عرفنا دلوقتي الفرق بين القالب الافتراضي وما بين القالب علشان ما نطلخبطش بينه اه جينا بقى عند النقطة المهمة اللي تملي بنعيد ونزيد فيها وبنكررها علشان دي احنا بنطلخبط فيها كتير اللي هي ايه حفظ مصنف save as و save طب تعالوا مع بعض كده نرجحها تاني علشان ما ننسهاش اه احنا قلنا ان انا لما بحفظ مصنف او مستند لاول مرة انا شغال عليه فبيجي بفتح التبويف فبلاقي عندي اختيارين في حاجة اسمها save وحاجة اسمها save as تملي وانتوا قاعدين في المعمل وبتشتغلوا على الامر ده بتسألوا اه احنا يا استاذ او يا استاذة هنضغط على انهي save save ولا save as علشان نبقى واسقين من شغلنا لان طبعا امر save ده امر مهم جدا وامر لو حصل اي غلطة فيه للاسف الشديد بنتطر ان احنا نفقد محتويات من المصنف اللي احنا شغالين عليه واحيانا بالغلط وبتحصل معنا كتير لما نيجي نعمل save وبيطلع لي تلات اختيارات save ان انا اسايف الشغل او don't save او cancel احيانا بننسى ونضغط على don't save او حركة الماوس واحنا ماسكينه كده هو ايدينا ما بنعرفش نركز او 28 او ما بنقدرش نتحكم في سهم الماوس فغزبا عننا نبص نلاقي نفسنا دوسنا على الاختيار don't save فجي بتبقى مشكلة فنركز واحنا بنستخدم بالذات الامر save وفي امر تاني اللي هو delete ده هنتكلم عليه في حلقة تانية ان شاء الله بس الامرين دولة وانا بستخدمهم اكون مركزة جدا و متحكمة كويس في الماوس وانا مسكاه لو انا في البداية واول مرة استخدم الماوس او مستخدمه بس بقالي فترة بسيطة امصح ان احنا نستخدم لوحة المفاتيح الكيبورد ونستخدم الاسهم اللي فيها لغاية ما نتمكن من استخدام الماوس ونقدر ان احنا نتحكم فيه كويس اوي في السهم بتاعه اللي بيظهر على شاشة الجهاز بتاعي علشان ما يحصلش اي غلطة في حفظ المستند طيب بالنسبة الاول مرة لما يكون عندي مستند انا فتحته ابتدت ادخل في البيانات بتاعتي خلاص اشتغلت فيه ساعة ساعتين عايز اقفله قبل ما اقفله طبعا لازم اخفزه نركز المستند اللي انا فتحه ده اول مرة اشتغل عليه اني انا لسه فتحه ده الوقتي واشتغلت فيه ساعة وعايز اقفله فقبل ما اقفله لازم اعمله عملية سيف اللي هي عملية الحفظ ليه عشان لما يجي افتحه في اي وقت تاني الاقي البيانات بتاعتي مش مدقور على الملف لو انا عملت السيف هجي ادقر على الملف مش هلاقيه فلازم اعمله عملية سيف فبفتح التبويف فايل بالنسبة لأول مرة لو اخترت سيف او سيف اس لاتنين زي بعض طب لو انا اخترت سيف اللي بيحصل اللي بيحصل ان هو بيطلع لي صندوق حواري بيطلب مني كذا طلب اول طلب بيطلبه مني ان انا اكتب اسم الملف اللي انا عايز اخفزه وعند اسم الملف دي هنقف وقفة وتملي بعيد وقرر فيها ان انا لازم اخفز الملف باسم يعبر عن محتوى يعني انا لو الوركبوك اللي انا شغالة فيه ده مرتبات شهر يناير اسمي اسمي الفايل ده مرتبات او المستند ده مرتبات شهر يناير ليه عشان لو انا جيت بعد شهر عايزة افتح المستند ده لو انا مش مسمياه مرتبات شهر يناير وسميته اي حاجة تانية هاجي اطوه انا هبقى مش عارفة افضل افتح ملفات كتير جدا لغاية ملاقي الملف لكن انا لو انا مسمياه باسم المحتوى اللي جواه طب انا عايزة مرتبات شهر سبعة وانا مش مسمياه الفايل مرتبات شهر سبعة مسمياه مرتباته خلاص تخيلوا انا كل كل فايلات المرتبات ها هسميها باسم مرتبات غير مرتب الشهر اللي انا عايزيه هل هينفع ده هاضطر ان انا مرتبات شهر سبعة لا ده انا خطة جواه بيانات مرتبات شهر خمسة طبعا هاضطر ان انا افتح كل الفايلات علشان الاقي الشغل اللي انا عايزة اشتغل يبقى قولنا بالنسبة الاول مرة سيب وسيب اس لاثنين زي بعض وهيطلب مني ان انا اسجل اسم الملف اديله اسم واحدد المكان اللي انا عايز احفظه فيه كلبالكم احدد المكان اللي انا عايز احفظه فيه حدا هيسألني يعني ايه احدد مكان هو انا مش بحفظ على الكمبيوتر بتاعي طب ايه طب ما هو مكان واحد لا لا تعالوا نرجع للذاكرة بالخلف شوية كده هو لما كنا في السنين اللي فاتت ودرسنا الكمبيوتر كان ايه مش احنا قلنا ان احنا الهارد بتاعي بيبقى متقسم لكذا برتشن قلنا برتشن السيدة ملناش دعوة بي ده خاص بالبرامج اللي موجودة على الجهاز بتاعي طيب فيه كذا برتشن تاني فيه بعض الاجهازة بيبقى فيها تلاتة برتشن فيه بيبقى فيه اتنين برتشن فيه بيبقى اربعة برتشن السيدة قلنا ده ملناش دعوة بي فيه الدي ها وفيه ال اي وفيه بيبقى تقسيمات تانية لازم احدد انا عايزة احطه فانهي برتشن من الهارد اللي عندي غير البرتشن فيه تقسيمة تانية اسمها دوكمنت ده برضو مكان باحفظ فيه الملفات بتاعي فيه ممكن احفظ على الديسكتوب لو حاجة انا شغل فيها باستمرار وببتجي ان انا بفتحها كل يوم احطها على الديسكتوب فيه ممكن اعمل لودة واللود ففيه كذا مكان احفظ عليه لا ده بالاضافة الى كده كمان ده انا ممكن استعمل وسيط تخزين خارجي اللي هو الفلاش ميموري اللي احنا كلها اللي احنا بنسميها الفلاشة اللي هي متعددة الساعات تخزينية اللي احنا كلنا عارفينها اللي بيبقى فيه ليها مكان يو اس بي زي منقول كده بتدخل على جهاز اللابتوب اللي انا شغال عليه فيه ايه تاني فيه استوانة المدورة دي السي دي اللي بيبقى لونها كده هو فضي دي اللي كلنا عارفينها ده برضو وسيط تخزين يبقى محدش يقول انا هاخفظه في اي مكان لا اي مكان دي لما اجا دور عليه تاني هاستهلك وقت وجهد كبير جدا عشان الاقيه وخصوصا لو جهاز موجود في بيئة عمل وكذا مستخدم بيقعد عليه كل مستخدم بيشتغل ويحط شغله عليه وانا خطيت شغلي عليه هيكون فيه مئات الملفات اجا دور على الحاجة اللي تخصني هيبقى صعب جدا ان انا الاقيها لو انا مش محددة بالزبط انا مجموعة المرتبات بحطها في البرتشن ده مجموعة الميزانية والحسابات بحطها في الدوكمنت لازم اكون انا منظمة شغلي علشان لما اجي استرجعه تاني الاقيه بكل سهولة يبقى قولنا ان احنا لما نيجي نحفظ بيطلب مني ان انا ادخل اسم للمستند بيطلب مني ان انا احدد المكان اللي هاحفظ فيه المستند بتاعي ثلاث حاجة بيطلبها مني الامتداد بتاع المستند وده عادة كلنا بنبقى سبتين عليه ما بنغيروش اللي هو ال x l s ده ال x extension او ال الامتداد اللي خاص بمستندات او ال work book اللي خاص بال excel طب فيه امتداد تاني عايز اعرفه لكم وهنخلي فيه حلقة اسرائية لانه هو هنعلمكم عليه شغله جميل جدا اللي هو الامتداد ال bgf ان انا بخلي امتداد الملف بتاعي حاجة اسمها bgf bgf ده يعني ان هو مستند محمي للقراءة فقط محدش يقدر يغير على محتوى وبيبقى زي ما يكون صورة الصورة ما بقدرش ان انا غير الكلام اللي فيها الكلام بيبقى متصور كأنه صورة ما نقدرش نحزف منه حاجة ولا نقدر نضيف منه حاجة الا بعض المهام الصغيرة وهوريها لكم ان شاء الله في الحالة اسرائية ان انا اقدر اظل الكلام اعمل كومنت عليه شوية تأثيرات كده هو بسيطة هنتعلمها مع بعض ان شاء الله لكن محتوى ما اقدرش اعدل فيه صحيح فيه برامج اتعملت علشان تفك هذه الشفرة وتخلي ملفات البيدي اف قابلة للتعديل ولكنها ابدا لا تصل الى نقاء المستند الاصلي اللي احنا اشتغلنا عليه سواء كان مستند وورد اللي احنا درسناه في سنة اولى سواء كان مستند اكسل سواء كان اي مستند مكتوب على اي تطبيق من اللي احنا درسناهم واللي احنا لسه هندرسهم باذن الله يبقى احنا كده هو عارفنا زي ما قلنا save والsave as بالنسبة الاول مرة نفس المعنى ولكن بيطلب مني زي ما قلنا ان انا احدد المكان احدد الاسم الفائد طيب لو انا جيت الملف ده فتحته بعد ما سيفته بعد ساعتين كده ولا بعد ساعة جيت فتحته تاني وضفت عليه بيانات وعايزة اعمل لها عملية سيف هل نعتقد ان في الحالة دي save و save as هيدو نفس المعنى لا اطلاقا في الحالة دي بقى مش هيدو نفس المعنى ليه لان دي تاني مرة اعمل عملية save ففي الحالة دي هيكون لو عملت save نركز لو عملت save في المرة التانية من الحفظة هو هو هيحفظ البيانات خلاص لو انا عملت save as في الحالة دي هيتفتح لي النافذة اللي اتفتحت لي اول مرة ويطلب مني اسم ملف وال extension والموقع اللي هحفظه عليه افهم من كده ان انا لو اخترت save as هيكون عندي ملفين واحد بالمدخلات القديمة والتعديلات القديمة اللي عملت لها save اول مرة وواحد تاني باسم تاني هيحفظ التعديلات الجديدة اللي انا ادخلتها على الورك بوك او المستند بتاعي طيب لو سمحتوا بقى احنا مش عايزين ننسى الفرق بين save و save ده as ده نهائي لان تملي بيحصل فيها تداخل في المعاني فنركز فيها وكده ان شاء الله مش هنتلخبط فيهم تاني باذن الله تعالوا بقى نشوف كده اغلاق مصنف اه قلتلكوا الحلقة اللي فاتت ان احنا لازم نفرق بين حاجتين اغلاق التطبيق ذات نفسه اللي هو ميكروسوفت اكسل واغلاق المستند وقلنا ان احنا تملي بيحصل تداخل في المعنيين دولة او في المهارتين دولة اغلاق الميكروسوفت اكسل بضغط على زرارين موجودين في الكيبورد وقلنا ان انا الزرار بتاع ALT ALT اضغط عليه بصباعي دو كده واستمر ما شلوش والصباعي التاني بيدوس على زرار F4 برضو اللي موجودة في الكيبورد يبقى ALT وF4 بتقفل التطبيق كله ميكروسوفت اكسل طيب احنا هنا لسه ايه اغلاق مستند او اغلاق ملف ايه ده هو فيه فرق بين اغلاق التطبيق وبين اغلاق المستند بالتأكيد طيب تعالوا نشوف اغلاق المستند وبعدين نقول الفرق بينهم اغلاق المستند بدوس على زرارين مختلفين control مع F4 control مع F4 بيقفل المستند اللي انا شغال عليه بس قبل ما يقفله بيطلع لي صندوق حواري بيسألني do you want to save change in file ويقوم مديني اسمه هل انت عايز تحفظ التغييرات اللي عملتها على المستند وليكن مثلا مرتبات شهر يناير وبيديني ثلاث اختيارات اول اختيار save اقول له yes don't save لو انا مش عايز احفظ مش هيحفظ التغييرات cancel cancel دي هتعمل ايه cancel دي هيرجع هيلغي الامر اللي انا اديته اللي هو اغلاق هيرجعني للمستند تاني خلاص يبقى عرفنا الرسالة بالثلاث اختيارات ونعرف كويس احنا عايزين ناخد اختيار فيهم طب تعالوا بقى نشوف ايه الفرق بين control و F4 و alt و F4 alt و F4 اللي هي غلق التطبيق كله control و F4 اللي هي غلق الورك بوكة والمستند اللي انا شغال عليه لو انا گفلت المستند هيفضل البرنامج مفتوح عندي ميكروسوف ICKL هيبقى مفتوح معايا ومش هيتقفل حتى لو انا گفلت المستند اللي انا شغال عليه طب لو انا گفلت ميكروسوف لي المستند هيتقفل طب هيتقفل ليه لان البرنامج ال wenn px دو عبارة عن كتاب جوا انا قفلت انا الكتابة هو مفتوحة عندي خلاص اللي هو الاكسل طب الصفحة بتاعة المستند مفتوحة جيت انا قفلت الصفحة الكتاب هيتقفل لا مش هيتقفل هيفضل مفتوح لكن لو انا قفلت الكتاب اللي هو البرنامج الميكروسوفت اكسل اللي هيحصل البرنامج هيتقفل والمستند كمان هيتقفل عارفنا مش عايزين ان احنا يحصل تداخل عندنا في المعنيين دولة اللي هو غلق المستند وغلق التطبيق طيب تعالوا نشوف بعد كده فتح مصنف موجود اللي هو open فتح مصنف موجود طيب احنا دلوقتي قلنا ان التبويض فيل في العديد من الاوامر كل الاوامر اللي احنا راجعنا عليها دلوقتي موجودة في التبويض فيل احنا ليه مسكنا التبويض فيل اول حاجة ان هو اول تبويض بيقابلني زي ما كلنا عارفين لما بنيجي نشتغل على sheet excel يبقى علشان افتح مستند كان موجود قبل كده بعمل ايه بافتح التبويض فيل وانزل لغاية ملاء الامر open اضغط عليه بزر الموص الايصر بيتفتح معايا طب كل الاوامر اللي احنا قلناها دي هي ليها مفاتيح اختصار على كيبورد واحنا قلناها في الشرح الحصة اللي فاتت دي اول حاجة تاني حاجة ان هي ممكن اخطها في شريط ادوات الوصول السريع يعني الايكون اللي خاصة بيها ممكن اخصصها في شريط ادوات الوصول السريع يبقى فيه يبقى فيه تلت طرق ان انا ابتدي انفذ امر من الاوامر دي اول طريقة من خلال التبويض فيل تاني طريقة من خلال مفاتيح الاختصار اللي موجودة على كيبورد تالت طريقة من خلال الايكون اللي موجودة في شريط ادوات الوصول السريع اللي انا ببقى مخصصها في الشريط طيب وبكده احنا فضلنا حاجة واحدة في اللي خدناه الحلقة اللي فاتت اللي هي فتح ملف من الملفات المستخدمة حديثا وحب افكركم ان كان اسم الامر ده recent وكان موجود فيه التوبيض فايل طب ايه هي الملفات يا طرى اللي انا فتحتها اخيرا دي او اللي احنا بنسميها recent دي عبارة عن ملفات انا اخر ملفات انا استخدمتها يعني مثلا لو انا من يومين كده او من بارح او من ثلاث يام اه انا فتحت الجهاز واشتغلت على اه ورق بوك وكتبت فيه بيانات وقفلته جيت النهار ده عايز اشتغل فيه طب انا ناسيا كان اسمه ايه طيب انا مش فكرة اشتغلت في كذا واحد ومش عارفة انا جزئين اللي انا عايزها دي فيه اه البرنامج اه خصصلي خصية فيه اقدر من خلالها اعرف انا ايه اخر ملفات اشتغلت فيها من خلال التبليف فايل بفتح فايل واختار ريسنت لما اختار ريسنت هيظهر لي قدامي اخر ملفات انا اشتغلت فيها ابتدي افتح الملفات دي اشوف التواريخ بتاعتها ده كمان بيخصصلي التاريخ والوقت اللي انا فتحته فيه علشان يبقى سهل علي ان انا اشوف انا كنت عايزة الملف اللي اشتغلت فيه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية بلاقيه او ممكن يكون الملفات محصورة بين ملفين ثلاثة هيبقى اسهل علي ان انا افتحهم وابحسيهم عن المعلومة اللي انا عايزها احسن من لما انا افتح البرتشانات او وصائط التخزين كلها اللي في الجهاز بتاعي عشان ادور عن الملف اللي انا ناسية المعلومة دي شفتها فانهي ملف خلاص يبقى احنا كده هو رجعنا على اللي خدناه في الحلقات اللي فاتت وهناخد شوية اسئلة كده كم سؤال كده بسيط علشان نسبت المعلومة بتاعتنا اوضح مدى صواب او خطأ العبارات التالية واحد يمكن اضافة ادوات الى شريط ادوات الوصول السريع ولكن لا يمكن حسفها ايه الكلام اللي متنقض مع بعضه ده طالما نص العبارة صح ونص العبارة خطأ هتعتبر العبارة خاطئة لاني بيقول لي ولكن لا هو مش ولكن احنا ممكن نضيف ادوات فعلا لشريط ادوات الوصول السريع بس برضو يمكن حسفها تاني سؤال يظهر في شريط ادوات الوصول السريع ادوات التراجع تمام مش احنا قلنا ادوات الوصول السريع فيه اداء للتوكيد وفيه اداء للتراجع دو واندول اللي احنا بنسميها كده هو هي مسمية كده في البرنامج يبقى العبارة صحيحة يمكن تصغير الريبون بار واستعادة حجمه تمام احنا لسه شرحين الجزئية دي دلوقت يمكن اعادة تسمية دفتر العمل من خلال التبويب فايل بالضبط كده لما شرحنا الامر سيف و سيف از لو انا اخترت سيف از وسميته باسم تاني يبقى كده انا اعدت تسميته القالب هو مصنف يشتمل على مدخلات نصوص وارقام وصور وانماط وغير ذلك من التنسيقات التي يمكن استخدامها لانشاء مصنفات اخرى تشترك في نفس التنسيق الاساسي بالضبط كده العبارة صحيحة نلسه شرحينها من شوية لحفظ مصنف نستخدم الامر سيف از او سيف لأول مرة عبارة صحيحة 100% لاغلاق مصنف من خلال لوحة المفاتيح يتم الضغط على مفتحي كنترول وف فور بالضبط كده مصنف كنترول وف فور انما لو قال البرنامج يبقى التو وف فور لفتح مصنف موجود انقر التبويف فايل ثم اختر اوبن عبارة صحيحة يمكن فتح ملف من الملفات المستخدمة حديثا من خلال التبويف فايل واختيار الامر عبارة صحيحة 100% لسه شرحنها من شوية تعالوا بقى النهاردة هنشرح مع بعض ازاي نعرف معلومات عن الملف بتاعي الملف بتاعي اللي انا كانت بادة او اللي انا انشأته دوه لازم يكون فيه معلومات عنه ليه معلومات عنه يفرض ان انا عايزة احفظه مثلا في مكان معي فلاشة والفلاشة دي فاضل فيها مساحة صغيرة جدا وانا مش عارفة الملف دوه هاي ساع ان هو يجي فيها ولا لا لو انا عرفت مساحته هاعرف هل ممكن ان انا اضيفه في الفلاشة دي او ما ينفعش اه تمام معلومات عن الملف ان انا اعرف تاريخ انشأه امتى انا انشأته امتى ده مهم جدا التواريخ دي مهم جدا الوقت اللي انا انشأته فيه هل انا شاركته مع حد ولا لا شاركته مع حد ازاي يعني انا الملف ده عايز حد يشارك الملف ده ومعايا يتطلع عليه يشوف البيانات اللي فيه يضيف عليه بيانات فده اسمها مشاركة ملف احنا هنشوف بقى عملي لان العملي بيثبت معنا اكتر وهنشرح مع بعض ونشوف ازاي احنا ادي انا قدامي هو مستند انا فتحي اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده اه المستند ده هنفتح هنا التبويف فايل وهنزل عند كلمة انفو اللي انا قلتلكه اختصار الانفورميشن انفورميشن دي يعني معلومات معلومات عن الملف هبصة لاقي هنا الشاشة اسمت نصين وجالي شكل الملف البيانات اللي فيه انا خطة فيه صورة عشان تبقى نواضحة لكم فبيطلب مني فهو اصلا بيقول لي الصيز الحجم بتاعه ايه 58 و6 18 كيلو بايت دي المساحة التخزينية اللي خاصة بيه احنا طبعا هنا وقفين في الاعدادات بعد كده هو بيقول لي تايتل عنوان لو انا عايز اخط عنوان للملف فانا كتبت ملف تحضيري في التايتل بيديني امكانية ان انا اديله كمان عنوان التاجة هي اللي انا قلتلكم عليها زي بالظبط اللي هي بتعملوها في صفحات الفيسبوك لما تعملوا مشاركة مع حد بالظبط كده هو بيطلب مني ان انا هعمل مشاركة للملف ده مع مين بعد كده هو بيديني التاريخ اللي انا انشأت فيه الملف زي ما احنا شايفينه كده هو اداني التاريخ اللي انا انشأته فيه التاريخ التعديل انا عملت تعديلات عليه لست برينتون اخر طباعة اخر مرة انا عملت طبعته فيه امتى طبعا مكتوب نام لان انا ما طبعتش هنا بيقول الاسور المؤلف انا لما بتكتبش اسم حد بيكتب لك اسم الجهاز اللي مكتوب عليه التطبيق وبيقول لو انت عايز تضيف مؤلف تاني يعني يبقى اكتر من حد مشترك في الملف زي ما احنا شايفين هنا open from location هفتحولك في المكان الاساسي على وانا خطه في C وعمله له شورت قط على الديسك طب لا هو هيجبه لي على المكان الاساسي اللي انا فتحه منه فزي ما شفنا اهي دي كلها بريبيرتس اعدادات عندي بتوضح لي الملف بتاعي اه انا البيانات اللي في ايه طبعا زي ما قلتلكم قبل كده احنا لما نتعلم مهورة جديدة على طول اربطها بي بيئة العمل الخارجية طب تعالوا نشوف انا دلوقتي لو انا انشأت مصنف انا ايه اللي هيفدني ايه اللي ل qualitative او في مكان احد الزملاء بنشترك في اعداد هذه الوركبوك وبنعمل عليها شغل المكان اللي احنا شغالين فيه انا جيت عملت تعديلات زميل يجي يعمل تعديلات معرفش يعمل تعديلات عشان انا مش منديله صلاحية ازاي يديله صلاحية يبقى اعمله تاك دي حاجة الحاجة التانية انا خصلت تعديلات المدير قال لي فيه تعديلات حصلت امبارح في الساعة الفلانية شوف لي كده هو اتعمل عليها اتعدلت والتعديلات دي كتير جدا لو انا دخلت على الانفورميشن بتاعت الانفو اللي هي القصة بالملاء وشفت اخر تعديل حصل امتى لو لقيت ان اخر تعديل حصل بعد التعديل او القرار اللي طلعوا المسؤول او المدير فها عرف ان زميلي فتحوا وعمل هذه التعديلات عايز اعرف فيه حد طبع التعديلات دي ولا ما طبعهاش برضو بيبين لي زي ما قلتلكم عايز اعرف انا دلوقتي عايزة احفظه هعرف اذا كنت انا المساحة اللي موجودة عندي في وسيط التخزين تتناسب مع مساحة هذا الفيل ولا ما تتناسبش معاه فكل دي معلومات هي اكيد هتفيدني في ان انا انظم شغلي واعرف بالضبط الشغل اللي انا مسؤولة عنه مين شاركني فيه مين عمل عليهifik anlatه من طبع آخر مرة عليه فكل دي معلومات أنا مش بعرفها بس علشان أنا بتفدني في السنة الدراسية اللي أنا شغالة فيها لا زي ما قلنا دي بتفدني في حياتي أنا العملية لو أنا عندي جهاز في البيت وبشتغل عليه وبعمل عليه شغل ليا فببتدي أنظم شغلي من خلال هذه المهم برضو في بيئة العمل الخارجية لما ننتقل لها إن شاء الله فأنا بستغل كل هذه المهارات وبطبقها مش مجرد أنا خلصت السنة قفلت على المعلومات دي في المدرسة وسبتها ومشيت لا المعلومات دي بتستمر معايا وبتلازمني طول حياتي بستغلها وبنميها كمان طيب تعالوا نتكلم عن الطباعة وهديكم فكرة سريعة عن الطباعة إن أنا بحتاج إن أنا أطبع الشغل بتاعي الورك بوك اللي أنا عملته وبحتاج إن أنا أطبعه علشان أطبعه لازم يكون عندي برينتر البرينتر دو لازم يكون متوصل بيئة جهاز اللي أنا شغالة عليه يبقى علشان أجي أطبع لازم أتأكد إن البرينتر متوصل بيئة جهاز بتاعي بكابلة بنسميه كابلة داتا لازم أتأكد إن البرينتر متوصل بالكهرباء بكابلة اسمه كابلة الباور لازم اتأكد ان انا عندي ورق في البرينتر يبقى في مجموعة من المهام او مجموعة من الترتيبات لازم اعملها علشان اعرف ان الجهاز تمام ومتوصل بالبرينتر في حاجة اخيرة ان انا اعرف البرينتر على الجهاز بتاعي ودلوقتي البرينترات الحديثة هي بتتعرف اوتوماتيك على الاجهزة ولكن لو برينتر قديم شوية لازم اتأكد ان الجهاز بتاعي اتعرف عليه لقيت كل الحاجات دي تمام وكل الحاجات دي مهيئة بالنسبة لي يبقى خلاص انا كده هو جهزة للطباعة هعمل ايه هفتح التبويف فايل واختار الامر برينت وابتدي ان انا انفس كل المطلوب مني في الامر برينت وادوس على زرار الاوكي او البرينت عشان يطبع لي المستند بتاعي انا ادتكم دلوقتي فكرة سريعة عن الامر برينت وعن الترتيبات اللي خاصة بيه ان شاء الله الشرح الجاي او الحلقة الجاية هنبتدي نقول بالتفصيل الاوامر بتاعة البرينت شكرا لكم اعزائي الطلبة والطلبات طلبة التعليم الفني ساعدتوا بصحبتكم في هذه الحلقة والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله